السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من ألوان كمليين حلقة الجمعة جمعا باركا على حضراتكم جميعا النهاردة الليلة اللي فاتت تحديدا عبدالفتاح السيسي كان بيصب في مصلحة المواطن المصري وإحنا عارفين أي صب في مصلحة المواطن المصري مالوش أي علاقة بمصلحة المصريين لإعلاقة بس بمصلحة عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي عايز إيه؟ اللي ممكن يكون مريح ليه والانظامه وازاي يقدر ياخد فلوس من جيب الشعب المصري ده اللي حصل بالفعل عبدالفتاح السيسي مبارح وعلى فجأة وعلى سهوة بعد ما كلم المصريين كزا مرة عن ان تذكرت المترو وسعرها مش عادل وعن انه لابد ياخد فلوس من المصريين اكتر علشان يوفر لهم وسيلة النقل وبعد ما قارم ما بينهم وبين المانيا وسويسرا والدنمارك والسويد وبلاد كتير جدا وكأننا زيهم وكأن داخلنا زيهم المهم صحية الناس الناس مبارح نعمت على سعر تذكرة باتنين جنيه صحية النهاردة على سعر تذكرة بيوصل لسبعة جنيه سبعة جنيه بس لا اكتر من كده ده على حسب حتركب كم محطة طب هو النظام ده وحش خليني اقولك ان النظام ده لو في دولة عدلة لو في دولة فيها فلوس لو في دولة شعبها لا يأكل مش هيبقى نظام سيء انما في دولة شعبها عمال الاسعار تزيد عليه من اول رغيف العيش وكوباية المياه لحد اغلى حاجة في البلد والمرتبات سابتة يبقى احنا قدام ظلم اجتماعي بل فجر في التعامل مع الشعب المصري زيادة جديدة عبء جديد على الشعب المصري عبء جديد على المواطن المصري تخيل المواطن عنده تلات اولاد وهو وزوجته وهو وزوجته بيشتغلوا ولاده تلات المدارس والجامعات والواحد جانب البيت ما بيستخدمش مترو واللي بيروحوا الجامعة بيستخدموا المترو اللي حييجي بالمترو اكتر من كم محطة هيدفع قد ايه هتدوس تلاقي نفسك بتدفع في اليوم للولد الواحد وللبنت الواحدة حوالي عشرين جنيه بس مواصلات ده طبعا في دولة دولة كريمة وجميلة وانظام جاء علشان يحنوا على الشعب المصري هتقول لي الطلبة ليهم اشتراكات هقولك بلاش الطلبة طب والموظفين طب والناس الغلابة الناس اللي بتحط القرش على القرش الناس اللي ما عندهاش مصدر دخل معاش الشرطة عفوا مش معاش الشرطة والجيش دوله ما تكلمش عنه معاش الشعب اللي مش لاقي ياكل المعاشات اللي على قدها معاش السادات والتضامن ومبارك والحاجات اللي هي خمسين ومئة جنيه الناس دي يا طرح هتعمل ايه تعال نشوف تقرير بيتكلم عن الموضوع وبعدين نفتح الاتصالات عشان نسمع رأي حضراتكم في ازلال الشعب المصري ازلال المواطن المصري بكل الاشكال يعني اذا ما تزلتش بغلاء الاسعار فممكن نهدلك بيتك ونرميك في الشارع وبرضو تفضل